اشتركوا في القناة هنبتدي بشيري تي جو ايت اكبر سيارات شيري سيارة اسيو في او كروس اوفر من الحجم المدمج وممكن نعتبرها ميد سايز كمان لان السيارة كمان سبع ركب وابعدها بتوحي بانها او مشي في اتجاه الميد سايز اسيو في حيث اعلن وكيل شيري مجموعة جي بي اوتو او جي بي اوتو كورب عن خامس زيادات في اسعار شيري تي جو ايت المصنعة محليا والزيادة الجديدة جاية في نهاية يناير بعد الزيادة لقبل كده اللي كانت في بداية يناير يعني في شهر يناير حالي تي جو ايت زادت مرتين شيري تي جو ايت المصنعة محليا بتيجي بفئتين الفئة الاولى اسمها كومفورت ودي زادت ستين الف سعرات جديد مليون واي خمسة وطمانين الف الفئة التانية لقشري زادت ستين الف سعرات جديد مليون ميتين وستين الف اللي لازم جدير بذكر ان نوه ان الاسعار دي هي الاسعار الوكيل الاسعار الرسمية انما السيارة بتبقى في السوق باسعار اعلى من كده بعد ما المعارض بتحط عليها الوفر برايس اللي بتختلف من المعارض للتاني ولكن بتكون في رنج سعري لكل سيارة يعني رنج الوفر برايس تقريبا قريبا بعضه ما بين المعارض الاسعار اللي قلناها دي للفئة الخمسة راكب مليون مية خمسة وطمانين الف فئة اولى مليون ميتين وستين الف الفئة التانية بينما السبعة راكب منها موجودة بنفس الفئتين يعني نفس العدر من الفئات فئتين ونفس الاسامي الفئة الاولى اسمها كومفرت ودي الزيادة عليها ستين الف السعر الجديد مليون ميتين خمسة وثلاثين الف والفئة التانية اسمها الاكشري وبعد الزيادة اللي مقدرها ستين الف سعرها مليون تلتمائة وعشرة الف شاري تيجو ايت تيجو محرك الف خمسمائة سي تيربو بقية خمسة واربعين حصان عزم دوران ميتين وعشة نيوتن متر متوصل مع ناقل حركة اوتوماتيك دول كلاتش سبعة سرعات نوع المبلل اللي هو فيه زيت وتغيير زيت وكلام ده اللي بيتحمل اكثر من دول كلاتش ننقل من السيارة الاسيوفي الميد سايز او السبع راكب من شيري ونشوف سيارة تانية منتشرة وبقالها كتير في السوق في كاتيجوري مختلف شوية كاتيجوري سيارات السيدان المدمجة او تحت المدمجة حتى كمان ده كتصنيف لكن كحجم هي في رأيه هي تصنف سيارة مدمجة وهي سيارة شيري اريزو فايف شيري اريزو فايف موجودة بثلاث فئات حالية الفئة الاولى بيزلاين الزيادة عليها خمسة وتراتين الف جنيه سعرها جديد ستمية خمسة وخمسين الف تاني فئة بيزلاين ولكن بفرش جلد نفس مقدار الزيادة خمسة وتراتين الف السعر الجديد سبعمائة الف جنيه الثالث فئة اسمها هاي لاين الزيادة برضو عليها خمسة وتراتين الف جنيه في يناير وسعرها جديد سبعمائة خمسة وعشرين الف شيري اريزو فايف بتيجي بطول اربعة متر سبعة وخمسين سانتي اتنين ملي عرض متر اتنين وتمانين سانتي خمسة ملي ارتفاع متر تمانية واربعين سانتي اتنين ملي وقاعدة عجلات اتنين متر سبعة وستين سانتي وحقيبة خلفية مساحتها متوسطة ما هي اش كبير اوي ربعمائة وتلاتين لتر وخلوص الارض للسيارة حوالي تلاتاشر سانتي ده الرسمي لكن حقيقة لما بتقسها كده تقدريا بتلاقيها ربعتاشر سانتي وزن السيارة طن وامتين سبعة وتسعين كيلو جرام التعليق الامامي للسيارة ماكفرسون مستقل والتعليق الخلفي ترشن بيم شبه مستقل مع باور ستيرينج هيدروليك وليس كهرباء يعني هيدروليكي وعشان كده الدريكسيون بيبقى تقيل شوية والسيارة بتيجي بيعجلات علمونيوم جنوط رياضية شرق موجودة بمحرك 1500 سي سي اربعة سلندر دايريكت فالف دايريكت فاريابل فالف تايمينج تكنولوجي دي في في تي سحب طبيعي الهواء تنفس طبيعي دون تيربو يعني مية ومعتاشر حصان عند ستلاف مية وخمسين لفة في دقيقة وعزم دهوران مية واحد واربعين نيوتن متر عند ترتلاف وتمممية لفة في دقيقة المحرك ده متوصل مع نقل حركة سي في تي اوتوماتيك والسيارة دفع امامي وخزان الوقود ليها 48 لتر الفرامل امامية والخلفية قراصية ديسكاتو من وسائل الامان الفرامل اي بي اس والاي بي دي ومساعد فرامل والنظام التحكم في الجر والنظام السباة الالكتروني الالكترونيك ستبالة بروجرام ومساعد السباة على الطرق المرتفعة وبتيجي باثنين ارباج فقط وفيه تذكير بربط حزمة الامان في الامام وتعديل كمان في حزمة الامام من حيث الارتفاع وسيارة بتيجي بها مع مصابيح اشارة طوارئ وحساسات ركن خلفية وتثبيت مقاعد الاطفال في الخلف بنظام ايزوفيكس وفيه انزار لتحديد السرعة لنتعدي سرعة معينة وده شيء طبيعي موجود في السيارات كتير او في كل السيارات يعني وفيه كاميرا رؤية خلفية مع ايموبلايزر لمنع السرقة تالت عربية هنتكلم عنها هي السيارة هنرجع تاني لفئة الاسيوفيز او الكروسوفر وهنكلم على كروسوفر تحت المدمجة ده تصنفها وان كانت واسعة شوية الصالون برضو في حصن استغلال المساحات والسيارة عالية على الارض ومنتشرة في مصر بقالها فترة برضو وهي السيارة كانت صيني في الاول قبل ما تبتدي تجمع محليا انا احب انوه بس اللي بيسمعنا من النص اللوقتي احنا بنتكلم عن سيارات الشيري المجمعة محليا فقط سيالي لاحقا الاسعار بتاعت الطرازات الشيري اللي بتيجي من الخارج المستوردة او الملوكي اللي يعلن فنرجع لشيري تيجو ثري اللي حصل فيها زيادة سعرية مقدرها اربعين الف جنيه وهي بتيجي بفاعة واحدة بس السعر الجديد للسيارة تمنمية وخمسين الف جنيه وده السعر الرسمي تيجو تيجو موديل عشر اربعة وعشر اه ابعدها الطول اربعة متر واحد واربعين سنتي تسعة ملي العرض متر ستة وسبعين سنتي خمسة ملي الارتفاع متر خمسة وستين سنتي واحد ملي مع قاعدة عجلات اتنين متر واحد وخمسين سنتي وخلوص ارضي يعني كبير تزعتاشر سنتي سيارة مرتفع عن الارض والسيارة الشنطة الخلفية مسحتها محترمة خمسمائة وخمسين لتر وزن العربية الاجمالي الف ربعمية وعشرين كيلو جرام السيارة التعليق الامامي فيها مستقل من وصلتين والتعليق الخلفي مكفرس مستقل تشاري تيجو ثري عشرين اربعة وعشرين بتيجي بمحرك ألف ستمائة سي أربعة سلندر تنفس طبيعي سحب طبيعي الهواء ولكن بقوة حصانية ضعيفة تلاتة وتسعين حصان مع عزم دغران مئة وستين نيوتن متر بيظهر العزم ده عند تلات تلاف وتسعمائة لفاف ديئة ساعة خزان الوقود خمسة وخمسين لتر والمحرك وفيها باور ستيرينج وبتيجي بجنوط المونيوم سبور 17 بوصة من وسائل الأمان مانع السرقة الاموبلايزر وسائد هوائية أمامية للراكب والسوائل الأمامي يعني اثنين ارباج فرامل اي بي اس و اي بي دي حسسات ركن خلفية وكاميرا خلفية وفيه تعديل لارتفاع حزام الأمان حسب طول الراكب وفيه تثبيت لمقاعد الأطفال بالنظام في الخلف في الكنبة الخلفية بالنظام الايزوفيكس والسيارة بتيجي بمصابيح أمامية هالوجين مع تعديل أوتوماتيكي للمصابيح الأمامية وبتيجي بإضاءة هارية LED ومصابيح خلفية LED ومصابيح ضباب وفتحة سعف طيب اخر اتراز معنا من موديلات شيري المحلية في مصر هي السيارة تيجو سيفن موديل عشرين اربعة وعشرين واللي حصل عليها زيادة في كل فئتها اللي هما فئتين خمسين الف جنيه أصبح سعر الفئة الأولى منها تسعمية وتسعين الف جنيه وسعر الفئة التانية منها مليون وخمسين الف أيوة شيري تيجو سيفن سعرها زاد وقصر حاجز المليون في الفئة التانية أعلى فئة أصبح السعر الرسمي مليون وخمسين الف هتحط في الرينج بتاع مية إلى متين الف حاجز زي كده فتبقى العربية بمليون وربعة مثلا لو جبتها بوفر بيتين الف مثلا تيجو سيفن بتيجي بمحرك الف خمسون سي تيربو مية خمسة وربعين حصان عند خمس تلاف وخمسم تلاف في دقيقة والسيارة عزم دوران أقصى عزم دوران بيتين وعشر نيوتن متر بيطلع ما بين عدد لفات مطور الف سبعمائة وخمسين إلى أربعة تلاف لف في دقيقة والسيارة تيجي بخزان وقود ساعة وسبعة وخمسين لتر المحرك ده بيبقى متوصل مع ناقل حركة أوتوماتيك دول كلاتش من ست سرعات مع جمع جر أمامي سيارة دفع أمامي تعليق الأمامي مكفرسون والخلفي مستقل متعدد الوسط تيجو سيفن بيتيجي بفرام الأمامية قراصية مهواة وفرام جزي الأمامية وبتيجي بجنوط ألمونيوم أو جنوط سبور سايز تمنتاشر بوصة وباور ستيرينج والسيارة بتيجي بموبلايزر لبانع للسرقة وكمان انزار للسرقة ومتوفرة السيارة باتنين إرباك وسائد هواية في الأمام فقط للراكب الأمامي مع فرام الأمامي والسوال مع فرام الإي بي اس وإي بي دي ومساعد فرامل والنظام للتحكم في الجر والنظام السبات الإلكتروني ومساعد للطرق المنحدرة ومثبت السيارة على الطرق المرتفعة مع تذكير بحزام الأمام ربط حزام الأمام في الأمام وبتيجي بنظام رصد لضغط الإطراط وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية مع وجود أيضا يعني تثبيت لمقاعد الأطفال كان من خلفية بالنظام الأيزو فاكس طيب نمر على السيارات أنا برشح من السيارات الأربعة دي من الأربع سيارات تيجو سيفن على استحياء برضو لأن فيها بعض المشاكل وأتمنى لو كل وكيل يكون حل المشكلة الخاصة بيها وهي مشكلة أن العربية بيظهر فيها أماكن صدق وبرومة في بعض الأماكن ودي ظهرت في عربيات عدد لا بأس به من السيارات وأتمنى أن الوكيل يكون حل المشكلة دي حاليا يعني خصوصا في تيجو سيفن أما تيجو سري تاني واحدة في وهي تحت المدمجة فدي مرفوضة قلبا وقالبا لأن دي مشكلة الصدق متأصلة فيها من زمان من سنين كتيرة من أيام كانت صيني كمان في آخر فئات ليها وهي صيني بالشكل الجديد مش الشكل القديم وحتى بعد ما بقت تنتج في مصر تيجو سري وهي فيها مشكلة صدق وتحديدا في مكان محدد كده بيصدق على طول مكان موجود في العتب حتى لما بتشتري العربية دي مستعملة بتلاقي الرجل إما راشش في مكان العتب ده كده في العتب بزبطهم يعني فدي مرفوضة بالنسبة لي مش في دائرة الترشحات آآ وآآ الثالث آآ عربية هي مرشحة قلبا وقالبا السيارة السيدان عربية قويسة ويعني مشكلها كان لها مشاكل كده فترة وبعدين انتهت الوكيل حلها ولازم ترعي حاجات معينة وهو تغيير أهم حاجة تغيير زيت في معاده والوكيل بيقوم بالحكاية دي يعني بس لازم تتابع معك ويس آآ رابع موديل هي المجمعة محليا الجديدة ودي برضو في قائمة الترشحات وهي تعتبر أفضل اللي هي المجمعة محليا حاليا بعد اللي حصل لها يعني بعد التحسين ليها مش الشكل قديم بتاعها وبس كده ما تنسوش تدعمونا بلايك تحت الفيديو وشير الفيديو في كل مكان عشان تعوم الفايدة واشتراك في القناة لو كنت لسه مش مشترك في القناة وانضمام القناة لو حبيت ومزيد من الدعم عن طريق البيبال نشوفكم الفيديو الجاي سلام